بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشهر فوق الله جمعين. ان شاء الله النهاردة في هزا الفيديو هنقول لكم هل قص ريش الدجاج اه بيؤثر على اه انتاج البيض يعني بيؤثر على يعني هي ما تبيضش يعني. طبعا هنشرح لكم طبعا بكل التفاصيل ان شاء الله في هزا الفيديو. ما تنساش طبعا قبل بداية هزا الفيديو هنتصال لعنبي عليه افضل الصلاة والسلام. وان تشترك في هزي القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هزي القناة. ولو احتاجت اي فيديو من الفيديوهات دي اكتبوا لي فيها التعليقات. وان شاء الله سوف اعملكم فديوهات مخصوصة عن اي حاجة عايزيني. طبعا اول حاجة ان هي اه البيض ده بيقلل بنسبة قليلة جدا اه يعني الريش ده ساعة ساعة بتجصه مش بيقلل. لكن ساعة بتنتفنات في من الجدر بيقلل بنسبة بسيطة جدا اه بالنسبة للدجاج. يعني هو بيقلل بنسبة قليلة جدا. يعني يعني مسلا ممكن تكون الفرخة الفرخ دي بتبيض اصلا اه في اليوم مرتين بتبيض بطين يعني. ممكن تبيض بيضة واحدة. تمام? او بيوم بيضة او بيوم بطين. اه يعني بيقلل برضو. وبس احبيت اوصل لكم هزي المعلومات جميلة. وهنا تكون اتناهات هذا الفيديو. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.